في حاجات كده النصائح الغذائية على فكرة يا جماعة النصائح الغذائية لسلامة القلب عدم الإفراط في تناول الدهون السبب الرئيس الإصابة بتصالب شرينا الأبس والزبحة الصدرية كل ما ناكل دهون مشبع وده بقى على فكرة منتشر جدا في الفاست فود لأن الدهون كل ما زيد كل الطعام ما يبقى طعمه حلو فعشان كده الفاست فود اللي هي الأطعمة السريعة اللي موجودة في الشارع وإحنا أجيالنا كنا بناخد ساندوتش فول في المدرسة وساندوتش جيبنا إنما دلوقتي بيه يعني أنا بستغرب حتى أقول لك أنا باكل هامبورجر بتعرف يعني هام هام دي هام بيرجر بيرجر يعني لحم والهام دي معناها لحم فاغذ الخنزير يعني إيه ده طب بيب بيرجر بيب بيرجر يعني لحم البقر لكن في ناحية مهمة جدا كميات الحوم المصنعة بتبقى فيها كميات دهون 40% ومن الدهون المشبعة وعشان كده يا جماعة قلنا دايما زيت الزيتون بما أنه يقلل من الدهون البروتينية قليلة الكسافة اللي هي الخبيثة ويزيد من الدهون البروتينية عالية الكسافة بالذلك بيحمي شرين القلب بالإضافة إلى قلت أنه هو بيحارب تصلب الشرين وتصلب الشرين أساسا بيبدأ في المخ والقلب والرجلين ودي بيطب مشكلة من المشاكل الكبيرة في الوقت نفسه أنا دلوقتي اتكلمت في حتة مهمة جدا اللي عايز يقلي للدهون وطلعت عالية الكوليستيرو البتاعه طلع عالي الدهون السلية الطلعت عالية زيت الزيتون وبذور الرجلة اللي عايز تكلمت في حتة مهمة جاوية المترجم للقناة